اشتركوا في القناة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رادي بأن السيد الرئيس شدد خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيد الرئيس تضمت عقد رقائها مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين واستقبله وزير الدفاع الأمريكي السيد لويل أوستون بمقر الهنفة دونيو في ناشنطن كما الفق السيد أنتوني بلينتون وزير الخارجية الأمريكية والتقى مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي وكذا أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وكذلك عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية كما التقى السيد الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد الميفي والسنة لنسيك لها عضوى مجلس الشيوخ الأمريكي كما عقد السيد الرئيس لقاء مع نقبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكية لبحث السيدولي دفع تعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين والسيد بيليد مالفاس رئيس البنك الدولي وكذا السيد جيت سوليدان مستشار الأمن القومي الأمريكي وذلك لبحث سيدولي تعزيز العلاقات الكنائية بين البلدين على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الأمريكية وواشنطن وكان في وداع سياده كبار رجال الدولة الأمريكيين وأعضاء الزفارة المصرية عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن اشتركوا في القناة